ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله قامت السلطات التركية منتصف الأسبوع الجاري بتوقيف أكبر شبكة متخصصة في الضعار والاتجار في البشر بالعاصمة الاقتصادية اسطنبول بعدما وقع في قبضتها ستة أتراك أجبر ما يزيد عن ستين فتاة على ممارسة البغاء وحسب مصادر تركيا متطابقة فإن معظم الفتيات اللواتي كانت تتشتغلنا ضمن الشبكة يحملنا الجنسية المغربية إذ أجبرنا على العمل في الملاهي الليلية والمراقصة وممارسة الضعارة بعد مصادرة جوازات صفارهن وهواتفهن المحمولة وتضيف نفس المصادر أن التحقيقات أكدت أن الضحايا كن محتجزات في أماكن خاصة لا يخرجن منها إلا للذهاب إلى الملاهي الليلية في سيارات تعود ملكيتها لمسؤولين كبار في إشارة واضحة لتورط أسماء وزن في هذه الجريمة التي هزت تركيا ووصل صداها إلى وسائل إعلام أجنبية للإشارة فإن مافيات الاتجار بالبشر عادة ما تقوم باستدراج الفتيات المغربية إلى تركيا ودول آسيوية أخرى عبر وسطها بالمملكة حيث يتم إغراؤهن إما بالزواج أو بالعمل بالمنشآت السياحية قبل أن يجدن أنفسهن مجبرات على العمل كعاهرات